موسيقى بالنسبة للموضع دي لدنيا بعطماني جاني شي حاجة اللي عادية ولكن بالنسبة لي انا ما كرحش اشتعاقب الصراحة دي الله وشاو نقول لكم بانا ما كرحش اشتعاقب وشاو بلك بش الام جابوا فقمع تشوف انه جابوا لانه عندها يد في الموضع والا كون ما كانش عندها يد في الموضع وما كانش عاد موضع لادشها دي كاملة الشخصية دياله مش يشلي الشخصية دياله شو يم متكبراه وكتحس براسة بسه ديجا عندي ديراية باد الموضوع هذا وشاو نقول لك يبقى ذاك موضع بينتهم ولكن نحنى باين ما كائنا في المشك بيننا ما كائنا ما كائنا تحدني وشاو نحنى في مواقع الشيخ المصيح نحاول ان نبحش ونعرف موكينا الفنانة ولكني نسمع لانديه باطم كذا نسمع لها بزيغ شيئا اللي بيزاق فمشيك. كل شاد الدنيا فاطمة. كان نسمعها لشاني اصلا والاسيقال اليه لاني يصاحق الاسيقال. عايش استغراء ما تهتم بناه. يسعني شاد التنسوح لشيء اللي حناك نستعمل به على كانت كرة الماشو حمزا مموبيبك نعارفه واني صارحة ومع ابو مني عنده في انستجرام كرة الماشو على السيد. كان نشوف أنه يصاحق اتخذ العقوبة ذيان. كذا بليك ما معنديش انا فكرة زمائلة أو ما هي أو ما هي والبوليس راب ينسوا غاد يحقوهما وغاد يعرفوهما تستهل تستهل التعاقب إذا كانت عند علاق تستهل التعاقب إليش ما تعاقبش شوية ما عندي شما شوية كتتعيق فيه شوية كتتعيق فيه شوية والحاجة القانون في كل شي تاني حاجة بالنسبة كمواطن يعني بالنسبة للإنسان نخصو يكون يحتارم القانون المغربي أما بخصوص دونيا باطمة دونيا باطمة معروفة بأنها فنانة وعندها واحد الصمعة إلى آخره ما هاد شي شوية ما هواش الرأي ديالي شخصي ما نقدرش نتهم شي إنسان مش شبعيني ولا ما نقدرش نتهمها لأن مش شبعيني ولا شي حاجة ما كان شي حاجة قانون دخل ما نعرفوش حسن من القانون بالنسبة لدونيا باطمة فنانة غنية عن شعريف فنانة ديالنا كنبغيوها وهزيت الرأي المغربية في منتقاية كتيرة يعني هذه القادية دي الحمزة مون بيبي ما زمانة مع دونيا باطمة يعني نظن بأنها غير ضلمت والقضاء المغربية راعدنا تشيقه فيه يعني القضاء المغربية غي حكم بالعدل دبرا كل متهم بارئ حتى تشبوش إدانته وحنا تشيقين في الدنيا باطمة يعني هذا غير تحقيق أي واحد يقدر يدوز عند الشرطة أو عند فهم شي لا أنا باك العساقة بأنها متهم حيش أنا عدني تشيقه في ذلك فنانة إذا كانت متهم مرة عدنا تشيقه في القاضى أولا غادي يحكموا ما متهمون أو لا ينسوا اللي يدر شي حاجة راك يشعق حنا الحمد لله في دولة الحق والقانون بالخصوص دي الموضوع دي الباطمة والأخ ديالها هو هذا الموضوع هذا كيبقى الحسم دياله بالنسبة للقضاء ممكننا إحنا ندخلو فيه كأطراف بعيدة ما ماشي نس ماشي داوية اختصاص وننعطيه واحد الحكم مسبق عليهم دكشي كيبقى بينشيغ القاضاء والسلطات هما اللي كي يخدو كيدروا المسترة ديالهم والبحت ديالهم إحنا إحنا كمقاو بعاد وصافي على هذا المواضي سدعوهم ربما لأن الرأي العام كله يقول بأنهم عندهم يد فات شي هما وراء القصة ديال ولكن القصة ديال الحمزة مون بي بي وأنهم معاه وراها فهد شي اللي كيندابة قالوا كيف قلت لك القانون هو اللي غايقدر ييفصل بينشيغ وخاكة فنانة القانون فوق من كل شي إلا كانت دايرة رتستحق العقاب وأي واحد كيف ما بغي يكون إحنا كنا تحت القانون تشي واحد ما فوق القانون موسيقى 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 موسيقى